اهلا بحضراتكو من جديد خبر حالا طازة معانا دلوقتي الكابتن بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي قرر مجلس دارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب خلال اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر النادي الاهلي بالجزيرة تعيين الكابتن بدر رجب مديرا فنيا لقطاع الناشئين لكرة القدم جاء ذلك في ضوء الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها الكابتن بدر رجب والنجاحات العديدة التي حققها في مجال تدريب كطاعات الناشئين داخل وخارج البلاد ورغبة مجلس دارة في استمرار سياسة التطوير التي بدأت بفاعلية في الكطاع لإفراز عناصر متميزة للفريق الاول ووجه المجلس الشكر الى تشيكي مايكل بروكتش عن الفترة التي قضاها بالنادي وبذل خلالها جهودا كبيرة سمت في الطفرة التي تشهدها فرق الكطاع بنقول الكابتن بدر رجب مبروك رجعت البيتك مرة أخرى مسؤولية كبيرة ودايما انت معودنا ان شاء الله على النجاحات الكبيرة كابتن بدر رجب اسم كبير جدا في عالم تدريب كطاعات الناشئين وليه خبرات كبيرة جدا ان شاء الله يقدر يستفيد منها النادي الاهل خلال الفترة القادمة ونشوف بقى عملية تصعيد كبيرة جدا وامداد الفريق الاول بلاعبين ان شاء الله للدرجة الأولى خلال الفترة القادمة استاذ علاء حالا ايه رأيك او تعييك على خبر تعيين الكابتن بدر اشوف حالك كابتن وسامة قبل الفاصل وتلي انتكلم عن المستقبل دي صفقة المستقبل حلوة او التعليد ده او الله دي صفقة المستقبل النادي الاهلي دي صفقة اللي كان الجمهور انا بعتبرش ده خبر انا بعتبر ان المجرس صراط النادي الاهلي ابرم صفقة وصفقة كبيرة جدا وصفقة جمهور النادي الاهلي كان مستنيها بجد يعني يعني جمهور النادر الاهلي من فترة طولة جدا كان بيطالب بالكابتن بادر رجبه في كل مداخلات وحتى الاعلام كان بيغزله رجع امتى رجع امتى يمكن انا سمعت له مداخلة مع الزميل محمد شبانة من 4-5 ايام وقال فيها انه هو دي اخر موسم ليه في دولة المرادة الشقيقة عرفت ان كابتن بادر رجب جاي خلاص خلاص جاي تشغل في الجزيرة لمرادة ما يقوم من 15 سنة انا شايف ان دي الخبر ده جمهور النادر الاهلي هيسعد جدا جدا بيه يعني دولة ممكن بعد ايئتين او قبل حالة ما تخلص النادر الاهلي انا شايف ان دي صفقة المستقبل النادر الاهلي شايف ان احنا الكابتن بادر رجب اللي فرغ نجوم كبيرة جدا 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 لنادر الاهلي يعني الاسماء كتيرة كهرباء ومؤمن زكريا وطرزيجيه وكام يقوله هيفرغ لنا اكتر من كده بكتير ان شاء الله بإذن الله فانا شايف ان دي مش خبر تعقل انا شايف ان دي صفقة المستقبل النادر الاهلي